ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي أول ما بيحط رجله في مكان لازم يسيب الأثر الطيب والتأدير الكبير على فكرة لو قعدنا نفتش في دفتر الرحلة دي على أبرز المكاسب اللي حصلت هنلاقي هذا الترطيب الرائع جدا للعلاقة الشعبية بين مصر والمغرب عملها النادي الأهلي على خلفية التوترات اللي فاتت قبل كده الناس كانت شايفة أنه وجود الأهلي في المغرب وبعد ما حصل النهائي بتاع دور الأبطال المغربة ما كانوش مسؤولين عنه قد ما كان مسؤولي الاتحاد المصري واللجنة التحية اللي شكلها السيد وزير الشباب والرياضة حددت هذه المسؤولية وقتها الناس انتظرت إيه اللي هيكون بينتظر الأهلي في المغرب من البداية من أول ما نزلنا مطار ابن بطوطة المؤنس عدلي كان جان بيقال لي إيه الاستقبال الحلو قوي ده لأن الحياة احنا وصلين آخر الليل مندوب من الاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية المغربية موجود فتح صالد كبار الزوار واستقبال رفع المستوى ونائب رئيس الاتحاد ثم اتصال دائم من السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بالكابت المحمود الخطيب بلحظة بلحظة ما سابهوش والحقيقة كانت اللافتة الأخوية رطبت كل العلاقات الجيدة دي الزرف الصحي اللي كانت الخطيب تعرض له خد دور برد شديد قوي ألزموا الفراش أيام كتيرة معظم أيام الرحلة الحقيقة كان بيدير الشغل وبيتطمن وبيتابع وهو بيكح في القوضة وهو تعبان والبرد كان فعلا تعبوا شوية اللي كان على اتصال دائم به السيد فوزي لقجع وبعد له دكتور كبير وطاقن طبي عشان يتطمن على صحته ونقله للمستشفى عشان يعمل بعض الأشعات والتحاليل وصمم انه يفضل ليلة في المستشفى تحت المتابعة الأدق ثم لما رجع الفندق فضل على اتصال دائم به الحقيقة الأهلي ما اكتفاش انه يطلع بيان شكر ورسالة للإخوة في المغرب والسيد فوزي لقجع والجامعة الملكية بيشكرهم على كل ما تلقاه بعثة النادي الأهلي من تقدير وضيافة ودعم ومساندة لا كمان باشموندس قبل ما نتحرك من الرباط كابتن الخطيب أوفد المهندس سامير عدلي كمسؤول للعاقات العامة في النادي ببقة ورد كبيرة وجواب شكر منه شخصيا للسيد فوزي لقجع راح الكابتن سامير عدلي سلمه للسيد فوزي لقجع في مكتبه تقديرا وامتنانا واحتراما على ما فعله مع البعثة ومع الكابتن محمود الخطيب اعتقد هذه الأجواب بالتحديد هو زرنا أكثر من مرة بالكسافة دي وزيارته الدائمة والمباراة الأولى خاد الكابتن الخطيب في عربيته وراحه سوا الحرص الشديد دا على تدفئة العلاقات المصرية المغربية الشعبية والرسمية في الرياضة بهذا العمق دي كانت واحدة من المكاسب الكبيرة أوه باش منظر مؤكد عشان كده أنا بقولك وتلمسها بقى في في يعني إذا حد جاه يعمل معاك لقاء إعلامي إذا حد جاه يتكلم معايا حد في البعثة إذا حد جاه يزور المقر في الشارع الإخوة المغاربة اللي كانوا يشوفوا أي حد ويحرصوا هما وأولادهم أنهم يتصوروا معا يعني يخشوا للفندق مثلا يلاقوا أي حد يشموا أنه من بيعثة الال أولا يا جماعة اللعبة إحنا كناش بنشوفه إطلاقا حتى معيد أكلهم كانت لازم تبقى لوحديهم يخشوا ويخرجوا بس كده تلمحهم هما بركبوا الأوتوبيس إنما إحنا كإدارة أو كتشكيل بيعثة موجودين في اللوبة تحت يلاقوا أي حد بقوا عارفين يعني حتى عدام أجل الصدارة معروفين في الشارع أي الأستاذ الجرحي المؤسراج الأستاذ طريق أنديل دكتور محمد شاوي طبعا محمد شاوي ده أصله يعني أصبح يعني مطلع بمهام إدارية دقيقة جدا أولا ده وزير التموين البعثة أيها رئيس المجمع اللغة وبعدين اكتشفنا حاجة وأنا اللي دفعت تمنها للأسف أنا السبب فيها باتكلم فاكتشفت إن الدكتور محمد شوقي 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 ضليع جدا جدا في اللغة العربية وياكاد يكون مفيش يوم ما بيذكرش على مدى حياته فبقوله لا أنا جاب لك إبراهيم من ناسي بقى وبدأ تطلبني في القوضة وقعتم تقلب إبراهيم بتقوله أولبس تعلالي عملتوا بينهم مسابقة وبعدين قلت لهم لا أنتوا كده يعني اتفقتوا علي لأن طول الرحلة يقولوا البعض ويبصوا لي ويتحكوا طب يعرب دي يروح إبراهيم يعربها يقول لي شوف حتى لما بيعرفهاش أستاذ إبراهيم أو بتاع بيروح في سكة الحل فشكلوا علي تشكيل جامد يعني قلت لهم أنا معترف وبقوله على أنه أستاذ العربي أنت أستاذ رئيس طيب المردود الشعب الكبير اللي ممكن أشارنا فيه بالبداية السيد رفيق بالقرشي رفيق بالقرشي ده نائب محافظ طنجة وفجأنا الراجل هل شو الراجل بتكلم إزاي ده جالنا هو من نفسه أنا متابعكم وأنا بتفرج عليكم وأنا كنت في شرم الشيخ وأنا بحب مصر وأنا بحب الأهل وقعد يقول كلام كتير قوي في حقنا وفي حق النذر مصر دي يا أخي مش عارف إيه ويعمل كده مصر دي مكانة صادقة في قلوبهم يعني طيب دي الثمرة العربية الكبيرة والدور المهم جدا في الدبلوماسية الرياضية الهادئة والمنضبطة والمحترمة اللي نفذها النادي الأهل وبعثته برئاسة الكابت الخطيب في المغرب وده يعني تحول لو تعلمون عظيم مهم جدا جدا في علاقة الشعوب مع بعضيها وأعتقد في كل مكان كانت البعثة بتروحه أو مباراة الناس كانت بتلمس دا ترجمة نانسي قنقر